السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا شباب عاملين ايه ان شاء الله تكونوا بخير مشكلة النهاردة هي مشكلة كبيرة بتواجه ناس كتير جدا من عملاء شركة اتصالات وهي ان الرصيد بيعد يتخصم منك مع انك متأكد انك مش مستلف ولا عليك فلوس وبتلاقي ان الرصيد بيعد يتخصم منك على طول ومش عارف ايه هو السبب ولكن يا عزيز المشاهد انا اعرفك سبب المشكلة دي ايه وهنحل المشكلة دي مع بعض علشان خاطر لو عاوز تشحن رصيد على الخط بتاعك من غير ما تخاف ان الرصيد د يتخصم منه او اي حاجة وتتأكد ان الرصيد ده هيفضل زي ما انت شحنت هيفضل زي ما هو مش هتخصم منه اي حاجة ولكن الشرح ده هيكون لشبكة اتصالات بس لو انت اي شبكة تانية غير شبكة اتصالات انزل في وصف الفيديو هتلاقي روابط لفيديوهات تانية شرحت فيها حل نفس المشكلة ولكن لشبكات تانية زي فدفون وورنج ووي لو يهمك الموضوع تابع معايا الفيديو للنهاية واتمنى منك لو اول مرة تشوفنا على يوتيوب انزل دلوقتي اعمل لايك لل الفيديو واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد على قناتنا شارع الموبايلات ويلا بينا ندخل على الشرح مباشرة علشان ما طولش عليكم الفيديو وكمان في مفاجأة جميلة جدا من اتصالات هقول لكم عليها بعد ما نحل المشكلة بتاعت النهاردة يلا بينا ومرحبا بيكم مراتان يا شباب من داخل الموبايل يلا بينا بقى علشان نحل المشكلة بتاعت النهاردة ولازم انكم متفقين ان سبب المشكلة دي هي بعض الخدمات والاشتراكات اللي احنا بنكون مشتركين فيها وهنطلب كود واحد بس عشان نلغي جميع الاشتراكات والعروض والخدمات اللي احنا بنكون مشتركين فيها بقلنا فترة او من غير ما نعرف ان احنا مشتركين فيها هندخل دلوقتي هنطلب كود واحد هجيب لنا كل العروض والخدمات اللي احنا مشتركين فيها ونبدأ نلغيها علشان ما ت خصمش من هنا رصيد كل شوية. ولكن زي ما قلنا ان الحل المشكلة دي هيكون لشبكة اتصالات بس. يعني علشان خاطر ما تكونش انت فودافون او اورنج وتطلب الكود تليه مش شغال تدخل في التعليقات وتكتب لي تقول لي ان الكود مش شغال. يعني الشرح ده هيكون لشبكة اتصالات بس. اول حاجة هنعملها ان احنا هندخل على قائمة الاتصال. وبعد كده هنطلب الكود نجمة مية ستة وستين شباك. بعد كده بندغط على اتصال. ده الكود بتاع احدث العروض والخدمات. احنا دلوقتي عايزين نعرف ايه هي الخدمات اللي احنا مشتركين فيها. بنجي بنختار رقم تلاتة. ولازم نتأكد ان رقم تلاتة كتبناه بالانجليزي. عشان لو كتبته بالعربي مش هيدخل معاك على القائمة اللي انت اخترتها. بعد كده آآ بعد كده بتختار آآ الرسال. هنا بيجيب لك بقى قائمة الخدمات والاشتراكات اللي انت مشترك فيها. يعني انا دلوقتي مشترك في خدمتين. او الخدمة هي اخلاق الرسول. وتاني خدمة هي وفرلي. دلوقتي علشان نقدر نلغي اي خدمة من دول بنختار رقم الخدمة. ولازم عشان نكون متفقين الاول في البداية كده. ان دلوقتي كل خدمة بيكون الاشتراك بتاعها مختلف عن الخدمة التانية. يعني مسلا خدمة اه اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن يكون الاشتراك فيها بيكون يومي او اسبوعي او شهري. على حسب آآ نوع الاشتراك. ممكن يكون برضو الخدمة بتاعها توفر لي. عكس تماما الخدمة الاولى. آآ يعني كل خدمة بيكون لها اشتراك معين. احنا دلوقتي ولياكم مسلا عايزين نلغي تاني خدمة لها بتاعها توفر لي. هنختار الرقم اتنين اللي هو رقم الخدمة. وبعد كده بنضغط على ارسال. زي ما حضرتكم شايفين كده. هنا بيقول لنا اختار الرقم واحد لارجاء الاشتراك. واتنين مزيد من المعلومات حولها هزي الخدمة. هنا بقى بيبدأ يعرفك. كل حاجة عن الخدمة. الاشتراك بتاعها بيكون كام? وانت مشترك فيها من امتى? كل حاجة هتعرفها عن الخدمة دي لو اختارت رقم اتنين. انما لو انت عاوز تلغيها على طول بتختار رقم واحد وبعد كده بتضغط على ارسال. الخدمة بتتلغي معاك مباشرة ولكن انا مش عايز الغيها فهسيبها معي. هي دي كده حل المشكلة بتاعت ان الرصيد بيقعد يتخصم منك على طول. تمام. تعالوا بقى نروح للهدية الاتصالات بتقدمها لنا. اه من تطبيق ماء اتصالات. تعالوا دلوقتي بندخل على تطبيق ماء اتصالات. اللي هو موجود هنا. هو ده التطبيق. يا شباب تقدر تحملهم المتجر بليلة ومش عندك. هندخل عليه كده مع بعض. بعد ما التطبيق بيفتح معاك هي دي كده بتكون الوجهة الرئاسية بتاعت التطبيق. بنيجي على حاجة اسمها المميزات. معزراتا. بندخل على المميزات من تحت هنا. وبعدين بنختار هديتك اليومية. بندخل عليها. هنا الجميل في التطبيق بتاع اه ماء اتصالات ان انت كل يوم بتدخل عليه بيديك هدية مجانية بتكون يعني تقدر تفتح بيها واتساب فيسبوك تقدر تفتح بيها نت برحتك. اه على حسب الساعة اللي انت بتاخدها. يعني كل يوم الساعة بتكون اكبر من اليوم اللي قبله. وهكزا. لحد اليوم الخمستاشر. وبعد كده بترجع تاني بتبدأ من الاول. يعني مسلا ده كده اول يوم. وبعد كده بتدخل تاني بتاخد الهديا بتاعت تاني يوم. بتضغط عليها بالشكل ده. بس انا عشان اخد الهديا بتاعت النهاردة. فيقول لنا ايه? يدخل بكرة تاني لمزيد من الهداية. هنختار هنا موافق. ده كده اول هدية من اه اتصالات. تعالوا بقى فيه كود كمان بيدينا اه وحدات مجانية. اللي هو بتاع الكولتون. يعني لو طلبنا الكود نجمة خمستاشر نجمة خمسة شباك. لازم ان نتأكد من الكود نجمة خمستاشر نجمة خمسة شباك. وبعد كده بنضغط على اتصال. والكود ده لشبكة اتصالات برضو. مش لاي شبكة تاني. هنا دلوقتي انا مشترك في خدمة كولتون. واعتقد برضو ان اغلبنا كلنا مشتركين في الكولتون. وبرضو لو انت مش مشترك في الكولتون تقدر تشترك في الكولتون يعني مجاني من غير ما تدفع فلوس. ولكن لو انت معك رصيد الشركة بتخصب منك الرصيد ده. يعني انا دلوقتي مش معي رصيد. لو دخلت اشتركت في اي خدمة كولتون هيشترك عادي. هو الموضوع ده بقى له فترة طويلة اه في شبكة اتصالات. ولكن هو مش في اي شبكة تانية. يعني اي شبكة تانية لو انت عاوز تشترك في اي كولتون لازم ان يكون معك رصيد الاول. انا دلوقتي مشترك في كولتون. تمام? بختار هنا بيقول لنا اه كمل اشتراكك واحصل على خمسة وعشرين واتنين لالغاء الخدمة. يعني انا دلوقتي الكود اللي طلبته ده ده كود الغاء الكولتون. فهو دلوقتي بيقول لي كمل معنا واخد خمسة وعشرين وما تلغيش الاشتراك او يا اما تلغي الخدمة. انت دلوقتي بتختار رقم واحد وبعد كده بتضغط على ارسال ولكن عشان انا خدت الهدية النهاردة فمش هتجيلي تاني تقدر ان انت تستعمل كود ده. لان دلوقتي بيقول لينا حدث اه حدثت مشكلة لان قعدت فترة طويلة من غير مختار الكود. يعني انت لما بتطلب اي كود وبيجيلك قيمة تختار منها اي خدمة لازم بتختارها على طول. يعني المدة ما تتجاوزش دقيقة. فهدي كده تاني طريقة بتجيب لك اه وحدات مجانية لشبكة اتصالات. وبرضو التطبيق بتاع ماء اتصالات تقدر كل يوم تدخل عليه وتاخد الهدية اليومية. ومن هنا نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. اتمنى لو استفدتم الفيديو ده. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة. وتفعل زر الجرس علشان كل فيديو جديد ينزل على القناة. يجيلك اشعار بيه على طول. واشوفوا اشترككم بخير في فيديو بديد مع السلامة. اشتركوا في القناة.